موسيقى مدبولي يكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لاستيعاب المتقدم شكري يبدأ زيارة إلى أثنى للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة لمجموعة الإيكان مست حول الأوضاع في شرق المتوسط موسيقى وفي أخبارنا الاقتصادية نتابع المركزي للإحصاء يعلن ارتفاع الطاقة التهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة بالنسبة 58.2% عام 2018-2019 موسيقى نشرة أخبار الثانية من الفضائية المصرية فأهلا بكم كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية وتنسيق بين المحافظات للتأكد من الجاهزية في التعامل مع سيول جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء الكهرباء والري والموارد المائية وتنمية المحلية والإسكان والنقل لمتابعة جاهزية الإجراءات المتخذة لمواجهة السيول وارتفاع مناسب المياه في أعالي نهر النيل هذا العام جراء هطول الأمطار وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد لاستقبال كميات إضافية من المياه أعلى من المعدل وما يتضلبه ذلك من استعدادات لتصريف كميات المياه لغسل مجرى النهر والتخلص من الملوثات في فرعي رشيد ودميط وفي اجتماع آخر وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي المحافظين بزيادة عدد الموظفين الذين يستقبلون طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك ساعات العمل وزيادة ساعات العمل بهدف استيعاب المتقدمين والتأكيد على تيسير الإجراءات جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي من خلال سلسلة الاجتماعات مع المحافظين عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات من جانبي أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أنه تم التنسيق مع المحافظات لعمل ورديتين عمل لاستقبال جميع طلبات التصالح كما استعرض اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة وأبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وحول ملف التصالح في مخالفات البناء أشار فودا إلى أن إجمالية عدد طلبات التصالح بلغ سبعمائة واثنين وتسعين طلبا وتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة خمسة وعشرين بالمائة وفي اجتماع آخر لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن الهدف من اللقاءات مع المحافظين هو دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية عن طريق تدليل أي معوقات سعيا للانتهاء وفق التوقيتات المحددة ولتحسين مستوى الخدمات وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تمويل المحافظة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية ثمانة مائة واثنين مليون جنيه كذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات محافظة البحيرة ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي شملت ثماني قرى وتضمنت واحداً وتسعين مشروعاً في قطعات عدة منها الصرف الصحي ومياه الشرب بنسبة تنفيذ بلغت تسعين بالمائة للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر مجلس الوزراء مراسلة أخبار مصر إيمان التوني أهلاً بيك إيمان معنا في نشرة اتنين حطينا في أهم وأحدث أنشطة رئيس مجلس الوزراء اليوم وإحنا من خلال النشرة تابعنا كانت أجندة مزدحمة فهل من جديد لديك؟ نعم مساء الخير أحييكم مشاهدينا من داخل مقر مجلس الوزراء حيث يتابع رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات المتخذة استعداداً لاستقبال موسم هطول الأمطار والسيول وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بوضع خطة طوارئ لتأمين المنشآت الخدمية والتنصيق مع المحافظات لتنفيذ سيناريوهات أزمة في كل محافظة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي سيول ومع أي طوارئ وفي اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين كلف وزير الرأي بإعداد خريطة لعرض المناطق الأكثر تعرضاً للضرر جراء ارتفاع مناسيب المياه في المحافظات وإرسالها إلى المحافظين وإعلانها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة من الجميع أيضاً رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الاستعداد للتعامل مع زيادة مناسيب الأمطار ومناسيب الأحباس المختلفة في دول أعالي النيل والتي قد ينجم عنها ورود كميات وفيرة من المياه أعلى من المعدل المتعارف عليه ومن جانبه عرض وزير الموارد المائية والري تقريراً حول إدارة مخزون المياه أمام السد العالي مؤكداً أن الدولة تتعامل مع هذا الملف وفق أهداف استراتيجية تضمن الحفاظ على منسوب آمن ببحيرة السد من جهة أخرى أيضاً وصل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته مع المحافظين للوقوف على المشروعات الجارية تنفيذها في محافظات مصر كافة وأيضاً للوقوف على الموقف الحالي بشأن التصالح على مخالفات البناء وفي هذا الإطار كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بزيادة عدد الموظفين وزيادة عدد ساعات العمل لاستعاب المتقدمين للتصالح وتيسير الإجراءات عليهم وفي هذا الإطار أيضاً أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أنه تم إرسال كتاب دوري للمحافظات كافة لتطبيق ورديتي عمل وسيتم متابعة تنفيذ هذا القرار وفي اجتماعين منفصلين مع محافظي جنوب سيناء والبحيرة في اجتماعين منفصلين عبر الفيديو كونفرنس تابع رئيس مجلس الوزراء المشروعات الجارية تنفيذها حيث عرض المحافظان الخطة الاستثمارية والتمويلية للمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظتين على صعيد القطعات كافة الصحة والتعليم ورصف الطرق الداخلية وربطها بالطرق العمومية وايضا المناطق الصناعية والمشروعات السياحية في كل محافظة على حدة زميلتي لا تزال اجتماعات ونشاط رئيس مجلس الوزراء مستمرة وسنكون معكم على مدار اليوم واضح ان اليوم مزحم بشكرك شكرا جزيلا ايمان التوني مراسلة اخبار مصر من مجلس الوزراء اكد وزير التنمية المحلية لواء محمود شعراوي ان كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين اقبلا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح ببعض مخالفات البناء وذلك بعد التيسيرات التي اعلنتها الحكومة مؤخرة التي جاءت تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح واضح وزير التنمية المحلية ان هناك حوالي 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية لجنب الوحدات المحلية مشيرا الى قيام السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات بالمرور الدوري على مدار اليوم لمتابعة ملف وحل وتذيل اي مشكلات تواجه المواطنين على الفور تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم مؤتمرا صحفيا غدا للاعلان عن نتيجة جولة اعادة انتخابات مجلس الشيوخ وكان قد خاض جولة الاعادة اثنان وخمسون مرشحا بانتخابات الشيوخ تنفسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردي في 14 محافظة وصل وزير الخارجية سامح شكري الى اثنى في زيارة رسمية حيث من المقرر ان يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كارياكوس ميتسو تاكيس وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس قد استقبل شكري بمقر الوزراء في اثنى حيث بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات فضلا عن التباحث حول القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك كما من المقرر ان يشارك شكري خلال الزيارة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة الايكانوميست والذي يتناول الاوضاع في اوروبا وشرق المتوسط وللمزيد من المتابعة ينضم الينا عبر الهاتف سيادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق معالي السفير بعد التحية كيف ترى اهمية زيارة وزير الخارجية لآثنة وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعلاقات التعاون بين البلدين زيارة سيد الوزير سامح جوقي وزير الخارجية اليونان بتأتي في اطار العلاقات المتميزة القائمة بين مصر واليونان والتي شهدت طفرة كبيرة خلال سنوات الست الماضية العلاقات المصرية اليونانية شهدت طفرة كبيرة منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في جونيو 2014 والعلاقات بالمصر واليونان في كافة المجالات السياسية والصابرية والثقاسية والعلمية في كافة المجالات أصبحت تتميز بالعلاقات الوثيقة والتميز وشهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الست الماضية الزيارة بتأتي في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين مصر واليونان وضح في القضايا الإقليمية وفي مقدمة هذه القضايا التطورات والأنشطة غير القانونية وغير نعم طب ما علي سفير غدا اجتماع لمجموعة الإيكونوميست حول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط في رأيك ما هي أهمية صياغة موقف موحد لوقف الانتهاكات التركية في هذه المنطقة يعني هذه الاجتماعات بتهدف المقام الأول إلى تبادل الرؤوي الأسطار من أجل يعني وقصة والطرات والتصايد القائم الحاليا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ويء المقدمة الدولي يعلم علم يقين أن الأنشطة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط بتعد انتهاكا طارقا لقانون الدولي والأعراف الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر الموقع عام 1982 تركيا بيطدر بارد الحائط في القانون الدولي وتنتهيك هذا القانون في مواجهة المجتمع الدولي أهمية هذه الاجتماعات أنها بتطلس الضوء على الانتهاكات التركية المجتمرة والأنشطة الفير الشرعية التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هذا فضلا عن التركي الفير الشرعي في ليبيا وقيام تركيا بنقل المزيد من الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا وبتهدد بذلك الأمن والاستقار في محاية شرق البحر الأبيض المتوسط نعم مع علي السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق متحدثا إلينا شكرا جزيلا لك كثفت مصر من جهوديا لمساعدة الأشقاء في سودان تنفيذا لتويهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة الجسر الجوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضرر سيول بالسودان وقد أرسلت مصر طائرة نقل عسكرية إلى مطار الخرطوم حملة بأطنان من المواد الغذائية وشارك في إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا بينما يواصل السودان جهوده لمواجهة التداعيات والأضرار البالغة التي خلفتها الفيضانات والسيول العارمة رغم انحصار مناسب انحصار لمنسيب المياه في النيل في معظم المناطق وأكدت وزارة الداخليات السودانية ارتفاع عدد القتل جراء الفيضانات إلى 114 شخصا فضلا عن انهيار نحو 33 ألف بيت بشكل كلي وأكثر من 50 ألف بيت بشكل جزئي وشهد السودان هذا العام ارتفاعا قياسيا لم يحدث منذ 100 عام في منسوب مياه النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في الخرطوم لتشكيل نهر النيل يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديم مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع انتهاء مهلة الأسبوعين التي اتفقت عليها القوى السياسية لأعلان الحكومة اللبنانية خلال زيارة رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الأخيرة للبنان هذا وتتهم الأوساط السياسية اللبنانية حزب الله وحركة أمل بالوقوف وراء تأخر تشكيل الحكومة بسبب تمسكهما بوزارة المالية ومن جانبها جددت باريس مناشدته للقوى السياسية اللبنانية للوفاء بتعهدها إذا تشكيل حكومة سريعا بهدف تنفيذ الإصلاحات السياسية والأساسية للبلد وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخريان والقرقاش اتفاق السلام مع إسرائيل بأنه إيجابي وسيحقق النتائج المرجوة أقل قرقاش ثم تحاجة لانفراجة استراتيجية لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها مشيرا لأن توقيع اتفاق التطبيع لا يعني أن المهمة انتهت لكنه بداية لمزيد من الاستقرار ورخاء الاقتصادي هذا ومن المقرر أن توقع الإمارات العربيات المتحدة ومملكة البحرين اليوم اتفاق سلام مع إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنغتون ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد رامد خلال احتفال في البيت الأبيض توقيع اتفاقية السلام هذا ورأس وفد الإمارات وزير الخارجية الإماراتي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد النهيان كما رأس وفد البحرين في بروتوكول التوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل وزير الخارجية عبداللطيف الزياني في حين يرأس الوفد الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي حذرت إيران الولايات المتحدة الأمريكية من ارتكاب ما أسمته بالخطأ الإسراتيجي في عقاب تهديدات رئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤكدة أن ردها سيكون حاسما كان ترامب قد حذر إيران من مغبة شني أي هجوم من على الولايات المتحدة وتوعاد ترامب بأن رد الولايات المتحدة عليها سيكون أقوى ألف مرة على حد قوله جاء تهديدات الرئيس الأمريكي بعد تقارير إعلامية أفادت بأن تهران خططت لاغتيال سفيرة أمريكية في جنوب إفريقيا انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني من جانبها نفى تهران تلك التقارير مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة تفقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في ولاد كاليفورنيا وأكد ترامب خلال اجتماع مع حاكم ولاد كاليفورنيا أن السبب لانتشار الكثيف للحرائق يعود إلى فشل الإدارة المحلية في احتواء نيران وبعد المواد القابلة للاشتعال من جانبه انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم اعترافه بدور ارتفاع درجات الحرارة في الأرض في حرائق الغابات التي تكتاح الولايات الواقعة بالسحل الغربي كانت أعشرات الحرائق قد اندلعت منذ أغسطس الماضي على امتداد أكثر من أربعة ملايين فدان في ولايات أوريجن وكاليفورنيا وواشنطن وأصفرت الحرائق عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا كما دمرت عددا من البلدات الصغيرة وهدمت آلاف المنازل وحضر مسؤول الإطفاء من أن العواصف الرعبية المتوقعة هذا الأسبوع قد تجلب المزيد من السواق وفق مجلس العموم البريطاني مبدئيا على مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة البريطانية يسمح لها بأن تترجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكسيت الذي أبرمته العام الماضي ومشروع القانون الذي أثار اعتراضات حتى في أوساط الأكثرية المحافظة وفق عليه 340 نائبا مقابل 263 صوتوا ضده هذا وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم البريطاني حيث سينظر المجلس الأسبوع المقبل في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان قبل أي تعديل نتعلق باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تنطلق اليوم أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بشكل افتراضي نسيجة ظروف جائحة فيروس كورونا ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء لتقديم خطاب مسجل مسبقا وتشمل اجتماعات هذا العام عددا من الفعليات المهمة منها المدولات العامة التي تبقوا ثلاثاء القادم بجانب الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة كما تشهد فاعليات هذا العام انعقاد قمة التنوع البيولوجي يوم الثلاثين من سبتمبر القادم والتي تعقد على مستوى رؤساء الدولي والحكومات وقعت وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد والرئيس التنفيذي لأحدى شركات الاتصالات بروتوكولا تعاوني لمشاركة في الأنشطة والمشروعات البيئات المختلفة التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ذلك في إطار حملة اتحضر للأخضر وقال الدكتور ياسمين فؤاد أن التعاون بين وزارة البيئة وشركة الاتصالات سيبدأ بمجال تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها ومن ضمنها أجهزة المحمول التالفة والتي تعد من المخلفات الخطرة التي تؤثر على صحة المواطن مشيدة بدور الشركة الرائدة في هذا المجال وضفت فؤاد أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعي البيئي للمواطن بما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئاته للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة خلال جولته لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير محطة رمسي سوصولا إلى محطة المينيا كما تابع معدلات تنفيذ محور ساملوت على النيل بمحافظة المينيا طول 24 كم وعرض 21 مترا وبإجمالية تكلفة بلغة مليار و872 مليون جنيه طفرة كبيرة تشهدها السكك الحديدية المصرية مع تحديث أسطول النقل بـ 1300 عربة جديدة طفرة يحرس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على متابعتها شخصية من خلال جولاته المتعددة والتي كان آخرها جولته في محطة رمسي سوصولا إلى محطة المينيا حيث استمع إلى عدد من الركاب الذين أشادوا بالانتظام الملحوظ في الخدمة ووجه العاملين إلى ضرورة الحرص على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء في المحطات أو الكطارات كما تفقد الوزير الساحة الخارجية للمحطة وشبابيك التذاكر وكذلك نمازج الأكشاك المنفذة في محطة مصر وتعميمها على كافة محطات الجمهورية كما شاهد الوزير عربات النموذج الهيكلي الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد ستة كطارات من أسبانيا والتي تتم بالتوازي مع تحديث نظم الإشارات كلها وبعد الانتهاء من تفقد محطة كطار ألمينيا تفقد الوزير معدلات تنفيذ محور صمالوت على النيل الذي يقوم بدور محوري في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة أسيوت الغربي لخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية داخل حيز الاستصلاح الزراعي بغرب المينيا وكذلك محاجر الرخام والطوب المنتشرة شرق النيل ليصبح محور صمالوت مع المحاور النيلية الأخرى أملا جديدا في تعمير صحراء محافظات الصعيد أحمد بكير لتلفزيون المصري وصلنا للسعرات يهموا آخر الأخبار المالي والأعمال للثانية فنجدد التحية شهدت مؤشرات البورسة آداء متباينا خلال تعاملات اليوم وسط عملية بيان من جانب المؤسسات المحلية قبلت عملية شراء من جانب المستثمرين العرب والأجانب والأفراد المحليين وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 3% ليصل إلى مستوى 11.016 نقطة بينما صاعد المؤشران EGX70EWI بنحو 12% وEGX100EWI بنحو 5% من 100% أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران عن قبول انضمام الهيئة للمدموعة الاستشارية الإقليمية لشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي وكد عمران أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وأوضح عمران أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها كما لفت إلى دور المجلس في مراقبة وتقييم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها أظهر الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء ارتفاع الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة بنسبة 58.2% تقريبا وأوضح الإحصاء أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2020 الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام ترجع كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات الفيترولية والغاز الطبيعي بنحو 3.3% بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي خلال لقائه مع خمس شركات بيلاروسية عبر قصية الفيديو كونفرنس موضوعات التعاون القائمة وإسبل تعزيزها في مجالات التصنيع المشترك بين الجانبين حيث أعرب الوزير عن اهتمامه بزيادة التنسيق بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية لإنتاج معدات بجودة عالية وبأسعار منافسة في العديد من المجالات المدنية وأكد أن الوزارة تخطط خلال الفترة القادمة لتغطين الصناعات بالتعاون مع الجهات التصنيعية العالمية والمصرية وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات الصناعية وكذلك القطاع الخاص المصري ذكرت الشركة المصرية القابضة للبترو كيموية أنه جير لانتهاء من إجراءات مشروع مجمع العالمين للبترو كيموية الذي تقدر استثماراته بحوالي 7 مليارات ونصف المليار دولار وأشار وزير الفترو التاريق الملأ خلال ترأسه عمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبترو كيموية لإعتماد نتائج أعمال العام الملي 2019-2020 أنه جير تنفيذ مشروعات البترو كيموية بعدد من الشركات القائمة وأخرى تحت التنفيذ حاليا وأخرى تحت الدراسة للزيادة القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلية من منتجات البترو كيموية بما يسهم في تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة التصدير قفز مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية إلى 6.2% في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي وهي ثاني زيادة على التوالي بعد رفع دريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وبلغ معدل التضخم في يوليو الماضي 6.1% ليقفز من نصف بالمئة في يونيو قبل سرايان زيادة دريبة القيمة المضافة إلى 15% وكانت قد أعلنت السعودية أنها سترفع دريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها لتعزيز ماليتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وجائحات كورونا انخفضت أسعار النفط العالمية بسبب ما خوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الوقود الذي تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا وتراجع خامو القياس العالمي مازيك برينت بنحو 11% ليصل إلى 39 دولار و57 سنة للبرميل وهبط أخامو غرب تاكسس الوسيط الأمريكي ما يعيدل 1 من 10% ليصل إلى 37 دولار و24 سنة للبرميل بلغت أسعار الذهب العالمية على مستوياتها في نحو أسبوعين مع ضعف الدولار وتحول اهتمام المستثمرين باجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي وصعد الذهب في السوق الفورية بنحو نصب المائة ليصل إلى 1966 دولار و47 سنة للأوقية وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 7 من 10% ليصل إلى 1976 دولار و90 سنة للأوقية نهاية الثانية وهذا تذكير بأهم عنوينه مدولي يكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين لاستقبال طلبات التصارح في مخالفات البناء لاستيعاب المتقدمين شكري يبدو زيارة إلى آثنة للمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة لمجموعة الإيكانونس حول الأوضاع في شرق المتوسط ويمكنكم بطبع متابعة المزيد عبر موقعنا شكراً لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة